وعلى الصعيد الإنساني اعتبر وزير حقوق الإنسان اليمني عز الدين أصبح التقرير الصادر من المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن غير دقيق ويحتاج للمراجعة وقال أصبح يخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن التقرير تجهل الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها اليمن جراء انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح منذ الواحد والعشرين من سبتمبر عام 2014 وتابع الأصبح في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان أن الانتهاكات التي لم يتطرق لها تقرير مفوضية أدت إلى تدمير البناء الأساسي والمؤسسات والسيلة على البنوك والمال العام ومصادرة للحريات وانتهاك قيام حقوق الإنسان وأكد الأصبحي أن ميليشيات الإنقلابية تعمل على تمزيق النسج الاجتماعي وتفتيت بنية المجتمع وتشجيع الإرهاب والتطرف وأسوأ جرائم الميليشيات الإنقلابية هي ما يقومون به من عمل ممنهج لتمزيق النسيق الاجتماعي وتفتيت لبنية المجتمع وتعزيز لخطاب الكراهية والعنصرية وتشجيع للإرهاب ودعم لقوة التطرف الأمر الذي لا يهدد حاضر اليمن فقط بل ويقضي على مستقبله وأيضاً عبر الأصبح أن أسفه للتقارير الصحفي التي لم ترصد جرائم الميليشيات الإنقلابية من حصار للمدنيين واستخدامهم كدروع بشرية وتدميري وتكراري لجرائم الإنقلابيين البشعة إن حصار المدنيين واستخدامهم كدروع بشرية وتخزين الأسلحة والمعدات الحربية في المؤسسات التعليمية والأحياء المدنية المكتضة بالسكان كما أشار تقرير المفوضية هو جريمة حرب ولكن كان لابد من الإشارة الواضحة بأن من قام بذلك هما ميليشيات الإنقلاب التي حولت المستشفيات والمدارس إلى مقار عسكرية وعملت الأحياء السكنية المكتضة لتكون دروع بشرية مستهدفة صارخة بذلك في وجه القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وللأسف الشديد فقد خلت معظم التقارير والبيانة الصحفية كما رأينا الآن من ذكر ذلك أو إدانته بالشكل المناسب